يتشارك عدد من الدول في الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في 29 سبتمبر من بينها مصر والإمارات والسعودية وبريطانيا في حين تحتفل دول أخرى بالقهوة في الأول من أكتوبر وكما اختلف المحتفلون بيوم القهوة حول تاريخ الاحتفال اختلفت الدراسات العلمية حول فائدة القهوة وأضرارها ويسعى كل فريق لإثبات وجهة نظره حيث ذهبت الدراسات التي تؤكد أهمية القهوة لكونها تحتوي على الكافيين وهو أحد المكونات الأساسية في الأدوية المضادة للصداع كما يساعد تناول القهوة في تخفيف أعراض طانين الأذنين ويقلل من فرص الإصابة بالإحباط لدى النساء بينما تمسك الفريق الذي يحذر من أضرار القهوة بوجهة نظره معتمدا على عدد من الدراسات العلمية من بينها ما يفيد بأثر القهوة على زيادة حموضة المعدة وزيادة الأرق لدى البعض وربطت دراسات علمية بين الإكثار في تناول القهوة وعدم تناول القدر الكافي من الماء وبين جفاف الجلد كما تناول دراسة أخرى أثر الكافيين على التهاب مجرى البول وحذر دراسات أخرى من الإفراط في تناول القهوة بكثرة أثناء الحمل ما يضره بصحة الأم وبحسب دراسات أخرى فإن الكافيين يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم وتعود الجذور الأولى لاكتشاف تلك البذرة السحرية إلى قبيلة الأرومو في إثيوبيا لكن احتساء القهوة كمشروب ساخن ظهر في منتصف القرن الخامس عشر في اليمن والذي يعد من أوائل الدول التي زرعت وصدرت البناء إلى العالم وبحلول القرن السادس عشر وصلت القهوة إلى بقية الشرق الأوسط وجنوب الهند وتركيا والقرن الإفريقي والشمال إفريقيا ثم انتشرت القهوة بعد ذلك في البلقان وإيطاليا وبقية أوروبا إلى جنوب شرقي أسيا ثم إلى أمريكا اشتركوا في القناة